شهدت خلاله العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات نظمها أنصار التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق الاعتصام المفتوح على بوابة الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء مطالبا بسرعة اختيار رئيس الجمهورية فيما وجه التيار الصدري أنصاره بالعودة إلى منازلهم ويعكس هذا المشهد استمرار الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخصومه حول إجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة سياسية في العراق في وقت قال ممثل الصدر في تظاهرات المنطقة الخضراء أن المتظاهرين لن يتنازلوا عن مطالبهم على الإطلاق يأتي ذلك فيما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم أمام مبنى البرلمان للأسبوع الثاني على التوالي لتحقيق مطالبهم المتمثلة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد مطالبة الصدر أنصاره باعتصام مفتوح في بغداد وعدد من المحافظات اشتركوا في القناة